تحيات حازم حزب الله هو يبدي هذا الإصرار على إرسال المسيارات الإنقضاضية إلى جانب فلسطين المحتلة وذلك تأكيدا على تنامي قدرته العسكرية والميدانية خصوصا في ظل التهديدات المتلاحقة لقادة إسرائيليين بتوسيع الحرب على لبنان كان الحزب قد نشر هذا الفيديو تحت عنوان عودة الهدهد وها هو يمضي قدما في تطبيق ما كان قد أشار إليه وأظهره وكشف عنه في هذا الفيديو أنه قادر على أن يصل إلى مراكز متعددة في داخل فلسطين المحتلة وقادر على أن يلحق خسائر في هذه الأهداف التي بات لديه منها بانك أهداف يستطيع أن يصل إليه بمسيراته اللافت في هذا الإطار وهو بدأ يظهر منذ بدء استخدام حزب الله المسيرات هو أن القبة الحديدية في إسرائيل هي غير قادرة على اعتراض هذه المسيرات اليوم كانت هناك مسيرة انقضاضية على ثكنة بيت هلل وقبل قليل من الآن تبنى حزب الله إرسال المسيرات الإنقضاضية بسرب منها على مركز وقاعدة عسكرية شمالي شرق صفد إذن في عمق فلسطين المحتلة ما يعني أن هذه المسيرات عبرت مسافة لافتة ولم تتمكن القبة الحديدية من اعتراضها هذا الأمر يظهر كما يؤكد المراقبون العسكريون أن لحزب الله القدرة على التحكم بهذه المسيرات ولديه القدرة على القيام بمناورات بحيث تتمكن هذه المسيرات من الوصول إلى أهدافها هذا من الناحية العسكرية والميدانية وأيضا من ناحية قواعد الاشتباك وقواعد الردع هاتان العمليتان التي حصلت اليوم تأتيان ردا على اغتيال القيادي في الجماعة الإسلامية يوم أمس في الخيارة في البقاع الغربي إذن هو الحزب ماض قدما في التأكيد على قواعد الردع هل نتجه إلى حرب شاملة وواسعة بعيدا من قواعد الردع هذا الأمر يتحدد في الفترة القريبة المقبلة خصوصا في ضوء زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي للولايات المتحدة الأمريكية لتلمس حقيقة الموقف الأمريكي من نشوب هكذا حرب في لبنان اللبنانيون كيف يتابعون هذا التصعيد وهذا التوتر المتواصل على الحدود بين الحزب وإسرائيل الرؤية الآن السياسية داخليا لمعالجة هذه القضية على صعيد الشارع اللبناني هناك حبس أنفاس لترقب مآل المرحلة القريبة المقبلة سكان المناطق الحدودية الذين هم بغالبيتهم من البيئة الحاضنة لحزب الله يؤكدون أنهم مستعدون على الصمود ولو أن ذلك صعب جدا عليهم نظرا للأوضاع الاقتصادية المأسوية في لبنان في ضل وتحت وطأة الأزمة غير المسبوقة التي يشهدها لبنان معارض حزب الله ينتقدون إمكان تحول هذه المواجهات الحدودية إلى حرب مفتوحة حتى ولو استمرت وكانت حرب استنذاف هي تكبد الاقتصاد اللبناني الكثير من الخسائر وزير الاقتصاد اللبناني يتحدث عن خسائر بعشرة مليار دولار وهو رقم ضخم جدا بالنسبة إلى لبنان الذي كان ينتظر فقط ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ليتمكن اقتصاده من العودة إلى المسار الصحيح إذن خسائر كبيرة ونحن أيضا اليوم في بداية فصل الصيف كان الكثيرون من أصحاب المؤسسات السياحية يتوقعون أن يكون هذا الموسم مزدهرا ويعود بعض الخسائر نحن نعلم بأن الرافض الأساسي للبنان هم المختربون اللبنانيون الذين يأتون لقضاء عطلة الصيف لدى أهلهم ولكن الحرب إذا ما نشبت أو إذا ما تزايدت المخاوف من نشوبها قد يعدل كثيرون عن المجيء إلى لبنان لذا أيضا الموسم السياحي يبدو مهددا أو لن يحقق ما كان يطمح إليه كثيرون في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر